الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعلمين حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير والمكثب إلى حد ما ما يسمى النموذج سلسلة ماركوف باركوف تشين مودل أرجو أن يكون فيه الفائدة جميعا حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ ما هو الآن مقدمة عن حاجتنا إلى معرفة نموذج سلسلة ماركوف نقول يحتاج الباحثون والمختصون في علم التمويل الفاينانس والممارسون لمهنة تحليل أسعار الأصول التمويلية وتسمى بالغة الإنجليزية فاينانش الأسر كالأسهم والسندات الفضة الذهب العقاط مهما كان يحتاج أهل المختصون والممارسون لمهنة التحليل يحتاج إلى بعض الأدوات التحليلية من أجل التنبؤ بأسعار مثلا الأسهم والسندات التي تتذبب بين الفيناة والأخرى يستخدم بعض العلماء والممارسين ما يطلق عليه نموذج سلسلة ماركوف وهنا الآن مبرر يعني الحديث عن نموذج سلسلة ماركوف بأن هؤلاء العلماء والممارسين يحتاجوا إلى نموذج سلسلة ماركوف في التنبؤ باحتمال الربح والخسارة من المتاجرة بمثل هذه الأصول الأصول التمويلية أثم سندات ربما ذهب ربما فضع قرط وما شاء الله نموذج سلسلة ماركوف هو سيرورة احتمالية probabilistic process تعتمد فيها الحالات اللي هي مسميها state على بعضها البعض بحيث يمكن التنبؤ بحالة ما على الحالة السابقة عليها ما هي الحالات؟ حالة ربح حالة خسارة حالة مثلا بقاء الأسعار كما هي كما كانت عليها في الفترة السابقة وهكذا فهنا هذه مسميها state والسيرورة الاحتمالية تتنبأ بها وحتى تكون سلسلة ماركوف فعالة لا بد أن تعتمد الحالة تحت الدراسة على الحالة السابقة مهم جدا أحبتي أن تركزوا على معنى هنا الآن أن الحالة الآن نتنبأ مثلا اليوم ربحنا ما الذي سيحدث غدا بالأمس ربحنا ما الذي سيحدث اليوم وهكذا نتابع بمثال الآن رقمي لنفترض على سبيل المثال بأن مستثمر ما دون الأحداث التاريخية الآتية عن سعر سهم ما كان يلاحظ بالبورصة يعني عينه كانت مركزة على سهم معين ودون ما الذي حدث خلال فترة زمنية معينة نذكره هنا طبعا هذا مثال هذه الحالة الراهنة لسعر السهم الحالة اللاعقة لسعر السهم هنا الاحتمال ورعناه على شكلين لاحظوا في اليوم مثلا الأمس كان انخفاض اليوم انخفاض 10% من الحالات كانت يعني انخفاض الخفاض كان بالأمس انخفض السعر انخفض كان قد انخفض السعر بالأمس واليوم انخفض كانت 10% من الحالات التي رفدها مثلا الأمس انخفض واليوم ارتفع 60% لاحظوا لي انخفاض يعني كان السعر مثلا 3 الدنيا وبقي باليوم الثاني 3 الدنيا اي لم يتغير اوكي طبعا هذا انخفاض من فترة التي سبقت هذه الحالة فانخفاض ثم بقي سعر نفسه 30% من الحالات ارتفاع انخفاض 30% ارتفاع ارتفاع 55% ارتفاع لا تغير يعني ارتفع الى 20 مثلا دينار او 5 دنيا وبقي في اليوم التالي 5 دنيا ف15% من الحالات لا تغير انخفاض 40% لا تغير ارتفاع 12% واخيرا لا تغير لا تغير 48% هذه الحالات التي رصدها هذا الشخص الذي بهمه سعر السهم يمكن لنا الان تمثيل هذه البيانات الاحتمالية وحالتها الراهنة ثم حالة اللاحقة على شكل رسومات كما تخيلها مركوب نفسه العالم اندريو مركوب هذا يمكن تمثيلها كما ذكرنا باستخدام رسومات كما يقول الان هذه حالة الانخفاض وعندي الان حالة الانخفاض انخفاض لاحظوا انخفاض انخفاض 10% وبالتالي ينطلق سهم من هنا من الانخفاض ويعود الانخفاض مقداره 10% هذا الاحتمال نأتي على الحالة التي تليها الارتفاع لاحظوا الارتفاع انخفاض ارتفاع 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 لا تغير لكن نبدأ بالارتفاع ارتفاع اللي هو ينطلق السهم من الحلقة هذه الارتفاع ويعود اليها مقدارها الان ارتفاع 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 5% اذا نضع هنا 5% والان لا تغير بقي السعر كما هو لا تغير انخفاض لا تغير ارتفاع لا تغير لا تغير فنبدأ بالحلقة هذه من نفسها يعني الان ينطلق السهم من الحلقة هذه ويعود اليها مقدارها 48% كما ذكرنا هنا في الجدول الان نكمل ونتمم العلاقات الان الانخفاض الارتفاع العضورية وانخفاض انخفاض انتهينا منها انخفاض ارتفاع مقدارها 60% وبالتالي هناك السهم ينطلق من انخفاض مقداره 60% نحو الارتفاع وهناك الان من الارتفاع الى الانخفاض هنا ارتفاع الخفاض هنا مقداره 30% اذا اكتملت الان العلاقة هنا مع نفسها هنا مع نفسها لكن الان العلاقة انخفاض مع ارتفاع وارتفاع مع الخفاض نأتي الآن على الحالة ارتفاع انخفاض عفوا ارتفاع لا تغير إذن هنا ارتفاع انخفاض ارتفاع لا تغير مقدار 15% إذن نضع هنا 15% نكمل الآن لا تغير ارتفاع لا تغير ارتفاع هنا مقدار 16% إذن نضع 12% وأخيرا الآن من لا تغير لانخفاض أو من انخفاض لا تغير نضع هذه الآن الرابط هنا ونبدأ الآن من لا تغير انخفاض لا تغير هنا انخفاض مقداره 40% إلى النضع هنا 400% وأخيرا لا تغير عفوا من انخفاض هنا ولا تغير 30% هنا نضع السهم الأحمر هنا وهذا مقداره 300% اكتملت الحلقة الآن عن كل الروابط الانخفاض مع ذاته الارتفاع مع ذاته اللا تغير مع ذاته ثم الانخفاض مع الارتفاع والارتفاع مع الانخفاض والارتفاع مع لا تغير مع ارتفاع ولا تغير مع انخفاض يعني تحتاج إلى بعض التركيج والأحباء الآن سنترجم هذه الحالات إلى مصفوفات مصفوفات مركوب نسميها الآن نقول بصياغة ما تسمى المصفوف الناقل لمن يعرف بالرياضيات الجبر الخطي أو لينيار الجبر يجب عليها أن يعرف من المقصود بترانزيشن ميتريكس اللي هو من الجدول هذا لاحظوا للآن انخفاض 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 ارتفاع انخفاض لا تغير وهكذا نضحها على شكل ميتريكس هذا هو المصفوف الناقلي نضع على بالصف الأولاني انخفاض ارتفاع لا تغير وبالعمود الأول انخفاض ارتفاع لا تغير انخفاض انخفاض لاحظوا لي 10% وضعناه هنا 10% انخفاض ارتفاع 60% انخفاض ارتفاع من هنا أتينا بها 60% انخفاض لا تغير 30% وضعناه من هنا أتينا بها وهكذا المجموح هنا يجب أن يكون واحد صحيح يعني لاحظوا لي 100% مقصود فيها 10% زائد 60% 70% زائد 30% اللي هو 100% ومجموح هذه 30% 55% 85% 15% 100% وهنا 40 زائد 12 52 زائد 48 100% اذا المجموح يجب ان يكون 100% في الصفوف اللي عمدي لا لا ينبغي انها تكون اي شيء سوى بس ارقام هنا فالان لابد ان يكون المجموع الافوقي لكل صف من صفوف هنا صفوف المصفوف الناقلي واحد صحيح اي 100% ومن هذه الصفوف يمكن حساب الاحتمالات الثلاثة بالاعتماد على ما يسمى مصفوفة الحال الراهن نريد ان نبدأ نبدأ من انخفاض ام من الارتفاع ام لا تغير انا اخترت بهذا المثال ان نبدأ من انخفاض هذا الان يعني اعتبرنا بان اليوم هو انخفاض او بالامس عفوا كان انخفاض فهذه الحالة الخفاض بمعنى اخر انها كانت يقينية وبالتالي احتمالها 100% وارتفاع ولا تغير كانت صفر هذه نسمى احنا مصفوفة الحال الراهنة او current state نبدأ بها ونختار حال يقينية فاتردنا بان الامس كان انخفاض وبالتالي لانه حدث فهو احتماله 100% ولم يكن هناك ارتفاع لم يكن هنا لا تغير اذا اذا ضربنا الان هذه المصفوفة اللي هو تأتي على شكل صف مع المصفوفة الناقلة لكن ضربا قبليا نسميه احنا اللي هي pre-multiplication نستخرج احنا بالحال هاي الاحتمالات التي اذا افترضنا ان ننطلقنا احنا من حالة انخفاض يمكن ان ننطلق من حالة ارتفاع يمكن ان ننطلق من حالة لا تغير هذا يعود الى الحالة التي يحدلها البعث لكن افترضت انا في هذا المثال انه انخفاض 100% كان في واحدة يعني مثلا بالامس كان انخفاض فكان خلص حالة انتهى ما الذي سيحدث باليوم التالي اذا نضرب هذا المصفوفة اللي هي مصفوط الحالة الراهنة current state نضربها ضربا قبليا بالمصفوفة الناقلة فبالحالة هاي الضرب الصف هذا في العمود هذا الصف هذا في العمود هذا الصف هذا في العمود هذا من حالها يكون احتمالات فأعلى احتمال هو أن ترتفع الأسعار 60% لأحضره هنا وبالتالي هذه النتيجة ما يعني بأن الاحتمال على هو الارتفاع سعر السهم هو 60% والاحتمال الأقل هو الانخفاض سعر سعر السهم 10% لأحضره هنا النتيجة والاحتمال الوسيقى 300% لا يستغير المجموع يجب أن يكون 100% أكون بتلقى انتهيت من هذا المطبع راجلا أن أكون قد قدمتكم الفائدة وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته